واللي منه قرر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفتح مشاريع تعليمية يعلم الناس القرآن ويعلمهم السنة النبوية ويعلمهم حتى لغة اليهود من تعلم لغة قوم أمن مكرهم هو اللي منه اللي كان ملتقى فكري وثقافي وسياسي وعسكري وديني كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستضيف في الفقراء والمساكين حتى عرف جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسموا أهل الصفة كانوا يقيمون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي ما كانش ليه مأوى كان مأواه مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعرفنا هنا أن قيمة المسجد عظيمة جدا أول حاجة يعملها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جه من المدينة أنه يعمل إيه يبني المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيفكر هيجيب الارض طب ومين اللي اختار الارض بتاعة المسجد النبوي ربنا مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اللي كانوا منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو داخل بالدابة بتاعته على بوابة المدينة كل واحد بيجري يمسك اللجام بتاعة الدابة بتاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله تعالى عندي وده يقول له يا رسول الله انزل عندي وده يقول له يا رسول الله البيت بتاعي كله مستعد لاستقبالك يا رسول الله الكل بيحب سيدنا النبي وعايز يصدف سيدنا النبي فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا دعوها فإنها مأمورة ايه هي الداب بتاعته صلى الله عليه وسلم سبوها حدش يمسك اللجان بتاعها ولا حد يوجهها دعوها فإنها ايه مأمورة إذن الكلام ده نفهم منه إن حتى اختيارات المساجد المبنية دلوقتي من الذي اختار مكانها الله الله مين اللي ده الإذن علشان إحنا النهاردة نقعد وندعو الناس عبر هذا البرنامج المحترم الذي له جمهور عظيم في بقاع الأرض في كل مكان في الدنيا وفي الوطن العربي والإسلامي بينقلوا لحضرتك الكثير منهم تحياتهم لحضرتك بالمناسبة وربنا سبحانه وتعالى يحطنا سبب ويجعلنا سبب في هذا المكان نحن ندعو الناس لبناء مسجد سيدنا عمر بن الخطاب ردل عنه وأرضاه اللي حطوا الإذن واللد الإشارة لإنه يتم هدم أول مرة أفرح إنه شوف بلدوزر بيهد حائط أول مرة أفرح لما لقيته بيعمل إيه بيعمل إحلال وتجديد لمسجد من بيوت ربنا سبحانه وتعالى لأن ربنا هو اللي أذن ببناء مسجد في هذا المكان يا جماعة شوف القرآن الكريم وربنا بيقول آية في منتهى العظمة يقول إيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا ترهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم